عربيات البرجر الفترة الاخيرة كترت جدا والمنافسة بقت شديدة بس لما لقى عربية بورجر على الفحم بتقدم كلتي حلوة مع طعم جامد وساره رخيص يبقى لازم اعمل لها ريفيو ودي عبارة عن عربية بورجر في محل واسمها هالك وهالك دي معناها ان حجم السندوتش ضخمة حرفيا مش هتقدر تخلصوا ومبدئيا كده عدد الناس اللي وقفين في الطبور دوات وقفين مستنين الارضارب بتاعتهم مش قلتلك في الاول دي مش اي عربية بورجر وعنوانهم ما يتويش هما في مدينة العبور مامش الحي الاول خلف سنتر العبور ولو انت عايز تجي بسهولة هتخش على جوية المابس وتكتب هالك بورجر هتلاقي العنوان بتاعهم مكتوب واللي انا عرفته ان البرجر بتاعهم هاندي ميد ومحشي بقى جبنة وحرفيا بيدلع لك السندوتش اخر دلع خاص بقى وطماطم وصصات شيدر وتستي وبقى بصوا من الاخر بقى هيجيب من الاخر المنيو بتاعهم بسيط ومش معقد تعرف تختار اللي انت عايز وانا اخترت السندوتش مونستور بيرجر رنجز سعره 80 جنيه وسندوتش هالك ده بعبارة عن فرايد شيكن بتسعين جنيه وانزل لنا بالأوردر بييجي مع السندوتش كاتشاب مع البطاطس عايز اقول لكم ان الكاتشاب مع البطاطس حاجة جامدة جدا وطعم البطاطس حلوة اوي تدبلتها حلوة ومقرمشة كده جامدة وده سوس جبنة جبته اضافي مع السندوتش هما عاملينه هندي ميد وطعمه تحفظ جدا السندوتش بقى بيبقى عبارة عن شريحة بيف بيكن واصابع مزرلة وحلقات البصل وخص وصوصات بقى امان السندوتش ضخمة جدا البورجر بتعم عجبني جدا والجبنة اللي كانت جوه اللحمة كانت بزة كده وكوالت اللحمة كويس اوي مع السوسات كانت في حتة تانية خالص انا عايز اقول لكم ان اصابع المزرلة سبتها تبرط شوية وكذلك لسه بتشد زي ما هي كأنها لسه سخنة وبدأ بيدل على ان الجبنة اللي اما جابينها جودتها حلوة اوي وبعد كده نزل السندوتش للفريد شيكن وده بيكون عبارة عن تلك قطع فريد شيكن واصابع مزرلة وحلقات بصل وطماطم وخص وصوصات نخش بقى وندوق طعم السندوتش انا شايف ان السندوتش بجد حلوة جدا وعجبني ولكن لو الطماطم قليلة شوية كان السندوتش دوت هيبقى في حتة تانية بجد البطاطس بجد عجبتني مافش اي كومنت عليها وتدبلة بتاعت حلوة اوي حلقات البصل كانت مظبوطة اوي وطعمها حلو جدا فلو هدي تقييم للمطعم من حيث الطعم والسعر والخدمة فهديله 9.5 من 10